الآن أبنائي سوف نتحدث عن الدالة اللغة الاتمية ومبرهنة القيم المتوسطة من خلال هذا التمرين سوف نتعلم كيفية أولا إيجاد ثوابت الدالة وكذلك نظرية القيم المتوسطة وكذلك استعمال التنصيف لإيجاد حصر لألفا بسعة عشرق ونقص إثنان إذن لننطلق على بركة الله لاحظوا جيدا هنا أبنائي أولا نتعلم كيفية إيجاد ثوابت الدالة أعطيت لنا قال نعتبر الدالة جيل معرفة من الصفر إلى زائد منها كما يلي عددان حيث A و B عددان حقيا مجاباني تماما عين A و B بحيث لاحظوا جيدا هنا أبنائي أعطي لنا عبارة الدالة وأعطي لنا بعض المعطيات لاحظوا الدالة ماذا أعطيت لنا أعطي لنا AX زائد 1 زائد لغة BX وأعطيت لنا بعض المعطيات وهي أنظروا هنا G لواحد تسوي لنا 2 و G فتحة لواحد تسوي لنا 2 و قال أوجد آواب تابعوا جيدا ما معناها جي واحد يساوي اثنان معناها يا أبنين لو نعوذ هنا بواحد انظروا هنا معي لو نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد نجعلها تساوي لنا نجعلها تساوي الاثنان انظروا تصبح لنا ماذا تصبح لنا A زائد واحد زائد ماذا زائد لغة رثمان ماذا B يساوي اثنان هذه المعادلة الأولى نأتي الآن إلى المعادلة الثانية قال المعطية الثانية قال G فتحة لواحد يسوي إنا إثنان ما معنى G فتحة لإثنان معناه علينا أن نقوم باشتقاق عبارة هذه الدالة معناها تصبحنا ج فتحة لإكس تساوي مشتق الأكس بما أن الإكس مضروف في ثابت يبقى إلا الثابت يعني يبقى لنا الآ فقط زائد الواحد لما نشتقه مشهور أنه يسوي السفر زائد لغة دالة قلنا مشتق ما بداخل هذا العبارة مشتقها اللي هو مشتقها هو البي لأن بي إكس يبقى إلا البي على نفسها لأن مشتق الدالة الغرة المية مشتق الذي بالداخل على الذي بالداخل يعني الذي بالداخل يأتي في المقام فقط على بي إكس هذه هي المشتق انظر هذه قلت هي المشتق ما زالت يمكن أن نختزل فيها تصبح لنا ج فتحة لإكس تساوي لنا آ ويذهب هذا مع هذا زائد واحد على ماذا على إكس الآن هو ماذا قال؟ قال أنه ج فتحة لواحد تساوي لنا إثنان معنى قال لما تعوذ هنا بالواحد وهنا بالواحد اجعلها تساوي كم؟ اجعلها تساوي لنا إثنان معنى المعادلة الثانية التي نتحصل على هي آ زائد واحد لأن الواحد على الواحد يعطينا واحد يساوي لنا إثنان انظروا لننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا يحدث؟ يحدث أن آ يصبح يساوي لنا إثنان ناقص واحد وهو واحد ها هو ظهرت قيمة الآ بأبسط طريقة إذن الآ ظهر هو واحد الآن نأتي بهذه القيمة وهي واحد ونعوذها في هذا المكان على ماذا نتحصل؟ نتحصل على واحد زائد واحد زائد لغة رتم بي هكذا يساوي لنا الإثنان انظروا أبنائي نقطة بمطا واحد وواحد هو إثنان يعني تصبح لنا إثنان زائد لغة رتم بي يساوي لنا إثنان لو ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح لنا لغة رتم بي يساوي لنا إثنان يعني ناقص إثنان معناها صفر واللغة رتم الصفر مشهور ما هو يا أبنائي عفوا ما هي القيمة التي لغة رتم لها هو الصفر أو يمكن كذلك هنا إن لم نفهم ذلك نقول للتخلص من اللغة رتم ندخل الأسية على كل طرف تعالوا ندخل من هنا الأسية ومن هنا الأسية ونحول تساوي إلى هذا المكان يعني نحذفها من هذا المكان قلنا عندنا خاصية اللي هي أسية اللغة رتم آ تساوي لنا آ مع آ قيمة مجابة تماما هنا كذلك البي بما أن بي هناك تصبح تساوي لنا بي مع البي قيمة مجابة تماما تحدث على ذلك فيذهب أن اللغة رتمها والأسية ويصبح لنا بي يساوي لنا أسية الصفر وأسية الصفر مشهورة وهي واحد إذن بي ظهر هو واحد يا أبنائي ونحن على صواب إنهما قيمتان مجابة تماما إذن ماذا تصبح عبارة الدالة يا أبنائي الآن ها قد وجدنا القيم أن الأ واحد والبي واحد نأتي الآن إلى استخراج عبارة الدالة بأبسط طريقة إذن تصبح لنا جي لإكس يساوي لنا ماذا يساوي لنا إكس لأن الأ واحد زائد واحد زائد لغة رتم البي هو واحد يعني هكذا فقط لأن البي قلت هو واحد ها هي عبارة الدالة الجديدة هي إكس زائد واحد زائد لغة رتم إكس مع مجموعة التعريف نعم تبقى صحيحة لأن هذه القيمة هي مجابة تماما في مجموعة التعريف الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده لاحظوا عين نهايتي الدالة جي عند الصفر وعند الزائد ما لا نهاية تذكروا شيء أبنائي أن لميت ماذا لغة رتم إكس لما الإكس يذهب يقول إلى الصفر بقيم أكبر هذه مشهورة أنها تساوي لنا ناقص ما لا نهاية معناها هذا المكان ماذا يعطي لنا يعطي لنا ناقص ما لا نهاية وهنا نعوذ بالصفر معناه لا يحدث لنا أي إشكال معناه تصبح لميت جي لإكس لما الإكس يقول إلى الصفر بقيم أكبر أعطت لنا ناقص ما لا نهاية تفسير بياني هذا يوجد هنا تفسير بياني لهذه النهاية انطلقنا من هذا الصفر ووجدنا نهاية غير منتهية كيف نقول إكس يساوي الصفر مستقيم مقارب كيف هو عمودي أو شقولي هذا فيما يخص مع لما الإكس يقول إلى الصفر نأتي لما الإكس يقول إلى ماذا أبنائي إلى الزائد ما لا نهاية عندنا نهاية شاهرة كذلك اللي هي ليميت لان إكس لما الإكس يقول إلى زائد ما لا نهاية مشهورة أنها تسأل لنا زائد ما لا نهاية معناها لو نأتي إلى هذه النهاية إلى هذه الدلة هنا كم تعطي لكم تعطي لكم زائد ما لا نهاية وهنا طبقا لهذا القانون كم زائد ما لا نهاية يعني زائد ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية سوف تعطي لنا كم تعطي لنا زائد ما لا نهاية ليس حالة دمتعين إذا نشبه لنا ليميت جي لإكس لما الإكس يقول إلى زائد ملا نهاية أعطت لنا زائد ملا نهاية بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي الآن التفسير بياني لا ينفي أن يوجد مستقيم مقارب أفوق فقط هذا هو التفسير بياني إذن تذكروا أن وجدنا نقص ملا نهاية وزائد ملا نهاية الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعدها قال شكل جدول تغييرات ادرس تغييرات الدالة إذن تغييرات معناها المقصد هنا المشتقة إذن مباشرة نقول المشتقة تصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي مشتقل إكس قلنا أنه واحد مشتقل واحد هو الصفر ومشتقل لغة إكس هو واحد على إكس لكن هذه القيمة لا نتعجل هي قيمة موجبة لأن جمعة التعريف من الصفر قلنا إلى زائد ملا نهاية قد أعطيت في الأول هذه القيمة كيف هي موجبة وهذه كذلك موجبة في هذا المجال هي ليس بالذرر دائما موجبة لكن في هذا المجال تكون موجبة لأن الإكس موجب واحد على أي عدد موجب يبقى موجب زائد نضيف له واحد يبقى موجب إذن نقول ومنه هذه القيمة موجبة ومنه ومنه الدالة ماذا؟ الدالة جي متزايدة تماما على ماذا أبني؟ على المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية بهذه البساطة المطلقة فقط الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال نتطرق إلى السؤال الآخر قال شكل جدول تغيرات هذه الدالة نتابع لنشكل جدول التغيرات هذه الدالة جي لاحظوا يا أبنائي نقطة بنقطة كي تتعلم إذن ها هو الجدول لاحظوا وهكذا وهكذا عندنا مجموعة التعريف لا ننسى أنها معرفة من الصفر إلى زائد ملاني معنى هذه المنطقة منطقة محرمة ها كذا عندنا قلنا إكس من الصفر إلى غاية الزائد ملاني وهنا جي فتحة لإكس انظروا نقطة بنقطة جي فتحة لإكس أنها قلنا الدالة كيف هي متزايدة وهنا نجعل جي لإكس إذن قلنا هنا جي فتحة وهنا جي لإكس ثم نجعل ها كذا انظروا بأمي عينيكم كيف تتم العمل عندنا هنا وجدنا ناقص ملانيها وهنا وجدنا زائد ملانيها أعفوا وجدنا قلت زائد ملانيها هذا فيما يخص جدول تغيرات الدالة بعدما أكملنا مع جدول تغيرات الدالة نتطرق أبنائي إلى شيء آخر وهو نظرية قيم متوسطة قال بي أن جي لإكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا آلفا محصور هذا الآلفا ما بين السفر والواحد إذا كان الواحد في هذا الموضع فالآلفا يكون محصور ما بين السفر والواحد هذا الأمر الأول بحيث هذا الآلفا لما يأتي إلى بطن الأشجي يجعلها تساوي السفر لهذا معناه هذا لما يأتي إلى هنا يعني المقصد هو جي لآلفا تصبح تساوي السفر هذا هو معناه حلا لها نأتي الآن لنقول الدالة من هذا المجال إلى هذا المجال كيف هي انظروا بأم عينكم إنها متزايدة ومستمرة أن يبقى القلم لا يرفع هذه معناه مستمرة إذن نقول بما أن انظروا نحن نجاوب على هذا السؤال بما أن الدالة جي مستمرة ومتزايدة على المجال ما هو المجالية أبناء متزايدة تماما على هذا المجالي هو من السفر إلى الواحد إذن أولا بما أن الدالة جي كيف هي مستمرة ومتزايدة فهي رتيبة كذلك لو نلاحظ جيدا هنا إلى ماذا وليمت جيل إكس لما الإكس يأول إلى الصفر بقيم أكبر انظروا كم نقسم إلى نهاية وماذا وجيل واحد نأتي إلى بإتيام بعبارة الدالة ها هي الدالة ونعوذ بجيل واحد ركزوا هنا أبنائي حتى تعلموا إلى هذه الأسئلة في الدالة اللغة الاسمية انظروا تعالوا نعوذ بواحد هنا واحد هنا واحد وهنا واحد لغة الواحد مشهورة هو الصفر وواحد وواحد هو إثنان تسبحت سوي لنا إثنان انظروا هل الصفر ينتمي إلى هذا المجال الذي تحصلنا عليه من النقص من النهاية إذن نقول وبما أن صفر ينتمي إلى صور هذا المجال ما هو الصور؟ صوره يناقص من النهاية وإثنان بما أن الصفر ينتمي لأن الصفر يأتي مهما كان إذا كانت هذه القيمة هنا إثنان وهذه نقص من لو انتقلت سيارة من هنا إلى هنا تجد صفر في طريقها إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة جيلي إكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا آلفة حيث هذا الآلفة يا أبنائي محصور ما بين الواحد والصفر ها هو أمامكم بهذه البساطة المطلقة ها قد الآن تعلمنا ذلك الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال وأثبتنا أن المعادلة أصبحت تقبل وحلا وحيدا آلفة محصور ما بين الواحد والصفر جاء السؤال الآخر قال باستعمال طريقة التنصيف جد حصرا انظروا يا أبنائي نقطة بنقطة حتى تعلموا إلى هذا السؤال المهم تابعوا قال جد حصرا للعدد آلفة سعاته عشر قوة ناقص اثنان ما معنى عشر قوة ناقص اثنان؟ يعني على الأقل نجد مثلا نجده مثلا نجده محصور ما بين مثلا صفر فاصل خمسة وعشرون مثلا وواحد ها هو عشر قوة ناقص اثنان لماذا؟ لأن هذه تكتب خمسة وعشرون في عشر قوة ناقص اثنان هذه هي ما معناه؟ والتنصيف معناه نقوم بقسمة المجالات نتابع جيدا نقطة بنقطة أبنائي إذن بما أن قلنا قسمة المجالات سوف نتابع ذلك من خلال هذا الجدول تابعوا هذا الجدول يا أبنائي نلخص فيه كيفية العمل لإيجاد حصر للألفا بعشر قوة ناقص بقوة ناقص اثنان إذن تابعوا هنا نقطة هكذا لاحظوا جيدا نكتب هنا الـ X ونكتب هنا الجيل X أولا قال الألفا في الحالة العامة أنه محصور ما بين الواحد والصفر كيف تقول القاعدة؟ قاعدة تقول نقوم بجمع هذا زائد هذا أطراف المجال والقسمة على اثنان معنا نقول صفر زائد واحد على اثنان تسألنا ماذا؟ تسألنا واحد على اثنان وتسألنا صفر فاصل خمسة ركزوا نحن نعلم أن يجب أن تكون صور ما جال لاحظوا نقطة بنقطة لأن لما عوضنا هنا بواحد كم وجدنا هنا؟ وجدنا اثنان قلنا أن الصفر موجود محصور ما بين النقص ملانية والاثنان ركزوا إلى عملية التنصيف هذه يجب أن نجد دائما هذا الصفر محصور ما بين قيمة موجبة وقيمة سالبة هكذا يعني نحصره إلى أقل مسافة ممكنة نتابع جيدا إذن أولا نقوم بحساب جيلي 0.5 إذن جساء 0.5 وهنا نعوذ بـ 0.5 وهنا نعوذ بـ 0.5 ونكتب هنا لاحظوا نقطة بنقطة أولا نأتي إلى هذا المجال نقسمه مثلا هكذا انظروا كيف نقسمه يا أبنائي ونقوم بعملية الكتابة إذن جيلي ماذا؟ جيلي 0.5 جيلي 0.5 يا أبنائي لو نلاحظ وجدناه إذن 0.5 وجدناه 0.8 إذن 0.8 لاحظوا إذن صورة 0.5 هي قيمة كيف هي؟ قيمة مجابة بما أنها قيمة مجابة معنا نتجه هذا الاتجاه لنجد القيمة السالبة لنجد أن الصفر مازال محصور في الوسط لا نكمل هكذا معنا نقوم بحساب نأخذ قيمة أكبر من 0.5 لا لأن ظهرت القيمة هذه مجابة بما أن هذه هنا مجابة هي 0.8 مجابة نعيد النزول إلى هكذا كما أشير هنا في الجدول فنقوم بماذا؟ بحساب نقوم كذلك بماذا؟ بما زال الصفر هنا لاحظوا لو قلنا أن الصفر هنا بالرغم أن الدلغة المعرفة نقوم بجمع هذا زائد هذا ونقسمه على 2 معناه 0 زائد 0.5 على 2 تصبح لنا 0.5 على 2 وتساوي لنا 0.25 نقوم بحساب جيلي 0.25 انظروا أبنائي إذن نعود هنا بـ 0.25 وهنا 0.25 وهنا 0.25 فـ 25 ليس فـ 5 فـ 25 ماذا نجد يا أبنائي؟ نجد أن لاحظوا إذن صورة 0.25 ونقوم بحساب جيلي 0.25 وجدناها أنها نقص 0.136 انظروا ها هي الآن بدقة الأمور تنحسر هذا كيف هو؟ انظر هذا وجدناه موجب وهذا وجدناه سالب يمكن الآن أن نكتفي لماذا؟ لأن هذه الآلفة أصبح هنا محصور بالقيمة 10 اللي هي 0.25 اللي هي 2 25 في 10 قوة ناقص 2 ها هو تلك الحصر الذي طلب منه انظروا أما إذا قال 10 مثلا قوة ناقص 3 يمكن أن نكمل تابعوا جيدا ما معنى؟ انظروا أبنائي إلى هذه العملية عملية التنصيف المجالات يعني القسمة دائما جمع المجال أطراف المجال والقسمة على 2 وحساب الصورة لو نريد إذن هنا الآلفة أصبح حصرناه أنه محصور ما بين 0.5 وال 0.25 يمكن أن نزيد لو قال إلى 10 قوة ناقص 3 نقوم بجمع هذه القيمة وهذه القيمة لهي 0.25 زائد 0.5 ونقسمها على 2 تساوي 0.75 تقسيم 2 تساوي لنا 0.100 وماذا؟ وخمسة وسبعون انظروا نقوم الآن بحساب صورة 0.75 لاحظوا 300 عفوا 375 إذن نأتي إلى حساب صورة 0.375 نأتي كذلك لنعوذ في الدلة عوذوا الآن في الدلة يا أبنائي هنا ب 0.375 وهنا 0.375 وهنا 0.375 تابعوا جيدا هنا أبنائك لما نعوذ كم نجد الصورة نجدها 0.39 الآن ما زال الألفا محصور من هنا إلى هنا يقول أحدكم لماذا ليس من هنا إلى هنا يا أستاذ؟ لأن هذه قيمة مجابة وهذه قيمة مجابة لا يمكن أن يكون الصفر محصور بينهما لأن الصور إذن يصبح الألفا محصور إلى ماذا؟ إذن يمكن أن نقول ألفا محصور ما بين ماذا؟ ما بين 0.375 وماذا؟ وصفر فاصل 25 هنا وصلنا إلى السعة لعشر قوة ناقص ثلاثة لو قال قوة ناقص أربعة كذلك نقوم بجمع هذا زائد هذا ونقسمه عليها ونحسب الصورة إذا وجدناها سالبة إذا وجدناها سالبة فنذهب إلى هذا الاتجاه إذا وجدناها مجابة نتجه إلى هذا الاتجاه فقط هذا ما نسميه يا أبنائي التنصيف فقط الآن توصلنا إلى هذا الأمر الذي أعطي لنا لهو عشر قوة ناقص ثلاثة زدنا درجة كما يمكن أن نكتبها وهي ما ذا؟ تصبح لنا خمسة وعشرون في عشر قوة ناقص إثنان وهنا الألفة وهنا ماذا؟ وهنا ثلاثمائة وخمسة وسبعون في عشر قوة ناقص ثلاثة لاحظوا التنصيف هنا كم توصل توصل إلى ثلاث أعداد وراء الفاصيلة بهذه البساطة المطلقة قد تعلمنا أبنائي كيفية عملية نظرة قيمة التوسطة مع التنصيف فقط ترجمة نانسي قنقر